وصلت معكم إلى الصورة السادسة إنها الآية السابعة بعد المئتين بعد البسملة من صورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري يبيع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قرأت عليكم مما جاء في تفسير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة ومما جاء في الدر المنثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة ومن أن الآية في صهيب في فلان وفلان لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في ثقافة العترة القرآنية فإن الآية في مبيت أمير المؤمنين في فراش رسول الله عندما هاجر النبي الأعظم من مكة إلى المدينة إنها ليلة المبيت في فراش النبي صلى الله عليه وآله هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلى الله عليه الطبعة طبعة ذو القربة إنها الطبعة الأولى أم المقدسة في صفحة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة محادثة بين رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما فقال رسول الله لعلي أرضيت أن أطلب فلا أوجد أن أطلب من قبل كفار قريش أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد أنت الذي توجد في فراشي توجد في بيتي أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك هذا كلام النبي الأعظم مع أمير المؤمنين قال بلى يا رسول الله أرضيت أن تكون روحي لروحك وقاءا ونفسي لنفسك فداءا بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداءا لأخ لك أو قريبا أو لبعض الحيوانات تمتهنها تمتهنها تستعملها تستعملها كي تركب عليها تستعملها تستعملها كي تحمل أغراضك عليها بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداءا لأخ لك أو قريبا أو لبعض الحيوانات تمتهنها وهل أحب الحياة إلا لخدمتك تذكروا كلام إمامنا الصادق عن صاحب الأمر صلوات الله عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي المنطق واحد والحقيقة واحدة وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله قبل أن يغادر النبي الأعظم مكة باتجاه المدينة وبات علي في فراش رسول الله وكان الذي كان من تفاصيل الوقائع والأحداث الآية تتحدث عن علي المتميز عن غيره علي متميز عن غيره في كل أحواله في أقواله في أفعاله في كل شؤونه الكبيرة والصغيرة علي فرد علي أنموذج إلهي لا يمكننا أن نجد له نظيرا علي علي نظير محمد ومحمد نظير علي ولذا فإن محمد صلى الله عليه وآله في ثقافة العترة يقول أنا علي وعلي أنا وعلي يقول أيضا أنا محمد ومحمد أنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أعتقد أن صورة باتت واضحة فعلي لا يريد لنفسه أن تكون وقاء لرسول الله وإنما يريد لنفسه أن تكون وقاء للحيوانات التي يمتهنها رسول الله هذا هو علي هذا أدبه وهذه أخلاقه وهذه حكمته وهذه جرأته وشجاعته وتضحيته هل ألوم عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي وهو يخاطب أمير المؤمنين يقال على الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع يقال على الباب التي يقال على الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع أقول فيك سميدع السيد العظيم أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع لفيك معتقد هذا قول ابن أبي الحديد المعتزلي لفيك معتقد لفيك معتقد سأكشف سره فليصغ أرباب النهى وليسمع والله لولا حيدر لا كانت الدنيا لا كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع وإليه في يوم المعاد حسابنا وهو الملاذ غدا لنا والمفزع هو هكذا يقول ورأيت دين الاعتزال إنه معتزلي ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع ولقد علمت بأنه لابد من مهديكم وليومه أتوقع أنا في مديحك الكن أنا في مديحك الكن الكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المسقع يا من له يا من له في أرض قلبي منزل نعم المراد الرحب والمستربع أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجة نار 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 تشب على هواك وتلذع قارنوا بين هذه أصورة التي رسمتها لنا الآية السابعة بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة وبين الآية الأربعين من سورة التوبة إنها آية الغار هكذا تعرف في الثقافة السنية إنها آية الغار إلا تنصره فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار المصطفى صلى الله عليه وآله وابن أبي قحافة إنه أبو بكر إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه من الذي يقول محمد يقول لصاحبه أبي بكر في آية المباهلة وأنفسنا كم هي المسافة الفارقة فيما بين من هو صاحب النبي ومن هو نفس النبي كم هي المسافة لا نستطيع تقديرها هذا نفس النبي وهذا صاحب النبي في أحسن أحواله إذ يقول لصاحبه لا تحزن في آية المباهلة قدمه بين يديه أبناء وأبناء وأبناء ونساء ونساء وأنفس 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 قدمهم وسيلة بين يديه إلى الله في مباهلته مع نصارى نجران إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على من على محمد صلى الله عليه وآله ولم ينزلها على أبي بكر فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تهروها القائلون من أتباع سقيفة بني ساعدة من أن السكينة نزلت على أبي بكر لأن رسول الله لم يكن محتاجا لها يكذبون يكذبون لأن الآية واضحة الذي نزلت عليه السكينة هو هو الذي أيد بجنود مثل ما قالت الآية وأيده بجنود لم تروها الجنود هؤلاء لم يؤيد بهم قطعا أبو بكر الجنود هؤلاء جاءوا لتأييد رسول الله وليس لأبي بكر فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها الضمير مفرد يعود على رسول الله ليس لأبي بكر من حصة لا في السكينة ولا في الجنود إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الآية واضحة جدا في أن الذي كان مع رسول الله في الغار كان صاحبا هذا أعلى حد له فأين الصاحب من النفس وأنفسنا وأنفسكم في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة السكينة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله علامة استفهام كبيرة وكبيرة جدا لماذا ليس لأبي بكر من حصة في هذه السكينة الجنود لرسول الله لماذا لم ينال أبو بكر شيئا من هذه السكينة إذا ذهبنا إلى الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من السورة نفسها من سورة التوبة آية الغار هي الآية الأربعون نعود إلى الآيتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من السورة نفسها من سورة التوبة الآية الخامسة والعشرون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فر صحابة ولم يبق إلا علي صلوات الله وسلامه عليه وبعض بني هاشم وعدد قليل جدا من الصحابة الصحابة فر وكان عمر بن الخطاب في أول القوم فرارا والروايات في صحاحهم ثم أنزل الله سكينته على من على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله أمير المؤمنين العباس ابن عبد المطلب بعض الهاشميين وعدد قليل من الصحابة هؤلاء هم الذين ثبتوا مع رسول الله السكينة نزلت على رسول الله وعلى هؤلاء ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ألا تلاحظون أن التعبير نفسه في آية الغار السكينة نزلت على المؤمنين نزلت السكينة على رسول الله وكان للمؤمنين الذين معه كان لهم حصة هناك حصة لهم سهم في هذه السكينة أبو بكر لماذا لم يكن له من سهم في السكينة التي نزلت في الغار علامة استفهام كبيرة كبيرة حينما كان النبي وأبو بكر في الغار كان الوقت حرجا الأمر هو هو حينما فر الصحابة صحابة وبقي رسول الله مع جمع خليل من الهاشميين والأصحاب كان الوقت حرجا أيضا نزلت السكينة وأنزل الله الجنود لكن السكينة نزلت على المؤمنين بحسب الآية لماذا لم تنزل السكينة على أبي بكر علامة استفهام كبيرة على السنيين أن يتدبر في هذا الأمر بالنسبة للشيعيين الأمر واضح لكن على السنيين أن يتدبر في هذا الأمر ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافر في آية الغار فأنزل الله سكينته عليه على رسول الله وأيده بجنود لم تروها ليس هناك من ذكر لنزول السكينة على أبي بكر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد بينما في سورة نفسها في واقعة حنين نزلت السكينة على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله الأمر يتكرر في سورة الفتح في الآية الرابعة بعد البسملة هو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هنا السكينة جاءت للمؤمنين في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض الجنود ذكروا أيضا هنا وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم لماذا لم يكن لأبي بكر من سهم من حظ في السكينة التي نزلت في الغار لماذا السكينة تنزل على المؤمنين في واقعة حنين الذين ثبتوا مع رسول الله وتنزل على المؤمنين الذين ثبتوا مع رسول الله في أحداث الحديبية وما بعدها هذه الآيات التي جاءت في سورة الفتح هي في أجواء الحديبية وأحداثها ووقائعها الثابتون مع رسول الله صلى الله عليه وآله المصدقون به والمسلمون لأمره هؤلاء هم الذين نزلت السكينة في قلوبهم ليزداد إيمانا مع إيمانهم قد يقول قائل من أن أبا بكر داخل في هذه الآية هذا الأمر يحتاج إلى دليل واضح خصوصا وأن أبا بكر حينما كان وحده في الغار ما نزلت عليه السكينة فعلى أي أساس ندخل أبا بكر هنا الله لم يدخله في فيض السكينة النازلة وفي واقعة حنين أبو بكر كان من الفارين السكينة نزلت على الثابتين الوقائع والأحداث المثبتة في كتب القوم في كتب السنيين هي التي تخبرنا عن ذلك وبغض النظر عن كتبهم وبغض النظر عن كتب الشيعة الآيات دالة على نفسها بنفسها إذا قال قائل من أن أبا بكر داخل في الآية هنا في سورة الفتح فإني أقول له إن أبا بكر ليس موجودا في الآية بدليل ما جاء في الآية الأربعين من سورة التوبة إنها آية الغار كان أبو بكر محروما من السكينة نزلت السكينة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقط الأمر هو هو في سورة الفتح وكذلك في سورة التوبة قارنوا وتدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنني لا أخاطب رجال الدين من السنة ولا كبار السن ولا أولئك الذين يتعصبون من دون هدف يتعصبون لأجل التعصب إنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة أخاطب الذين يمتلكون وعيا وعقلا تدبروا تدبروا في هذه الآيات أنا لا أدعوكم أن تتدبروا في كتب الشيعة أدعوكم أن تتدبروا في كتاب الله وفي هذه الآيات احترموا عقولكم وعودوا إلى كتبكم وابحثوا عن الحقيقة لا شأن لكم بكتب الشيعة عودوا إلى كتبكم فإن كتبكم فيها الحقيقة واضحة جلية نذهب إلى فاصل ومن الصورة السادسة التي تم الحديث فيها قبل قليل أنتقلوا بكم إلى الصورة السابعة وإلى صورة المجادلة يقال لها صورة المجادلة ويقال لها صورة المجادلة هكذا هو معروف بين أهل القرآن المجادلة أو المجادلة سورة سورة المجادلة إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها يَا أَيُّهَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هذا حكم صادر من الله على المسلمين الذين يريدون لقاء رسول الله أن يدفعوا صدقة أن يدفعوا مالا قليلا أن يدفعوا صدقة للفقراء للمحتاجين أن يتصدق الذي يريد لقاء رسول الله أن يتصدق بدرهم حكم شرعي قطعي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ناجيتم الرسول جئتم للقائه للقاء خاص لزيارته لمناجاته إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا حكم شرعي قطعي ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إن لم يكن عندكم من مال لن تفوزوا بلقاء رسول الله ولكنكم لن تؤثموا لأنكم لا تمتلكون مالا ستحرمون من لقائه وزيارته ما الذي حدث على أرض الواقع؟ الذي حدث على أرض الواقع لم يمتثل لهذا الحكم إلا شخص واحد هو هذا الشخص المميز على طول الخط هذا هو الشخص المميز الذي لم يكن غيره مع رسول الله عند أول ثانية من ثواني بعثة النبي هو هو ذلك الشخص الذي لم يكن غيره كان مع محمد المصطفى في أول ثانية من ثواني البعثة المحمدية وهو هو ذلك الشخص المفرد الذي استجاب لرسول الله حينما جمع رسول الله عشرته وعرض وعرض أمر دينه عليهم وقال لهم مطالبا من منكم يؤازرني هو هو ذلك الشخص المفرد الذي آزره هو 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 نفسه الذي بات في فراشه حينما هاجر صلى الله عليه وآله إلى المدينة هو هو ذلك الشخص المفرد المميز ذلك الشخص الشاخص هو 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 نفسه ذلك الذي بقي مع رسول الله في أحد هو 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 ذلك الذي استجاب لرسول الله حينما طلب من المسلمين أن يخرج أحدهم لابن عبد ودن العامري خرج هو ذلك المفرد وذلك الشخص الشاخص هو هو ويبقى هو هو يبقى هو هو وهنا في آية النجوة هو هو علي 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 العلا والمعالي هو هو ماذا نقرأ في كتب القوم في كتبهم في أمهات أسفارهم وتفاسيرهم هذا هو تفسير الطبري الجزء السابع والعشرون والثامن والعشرون من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان من الجزء الثامن والعشرين في الصفحة الخامسة والعشرين إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أورد العديد من النصوص لا مجال لقراءة كل النصوص بإمكانكم أن تعودوا إليها نقل بسنده بسند الطبري صاحب التفسير عن مجاهد في قوله في قوله تعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال نهو عن مناجات النبي حتى يتصدق فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك نسخ الحكم لأن صحابة لم يتقدم أحد منهم المتقدم هو هو ذلك الشخص المفرد إنه أمير المؤمنين ونقل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ما عمل بها أحد قبلي الصحابة ما عملوا بها ولا يعمل بها أحد بعدي لأن الحكم قد نسخ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال فرضت ثم نسخت القرآن ماذا خاطب أصحابته أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وأنتم الذين تؤذون رسول الله مثل ما جاء في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه الصحابة كانوا مسوينها خري مري لما وصل الأمر إلى دفع درهم صدقة ما تقدم أحد منهم هذا يجعلنا نشكك في كل هذا الذي قيل لنا عن الصحابة من أنهم أنفقوا أموالهم درهم واحد ما تجرأ على إنفاقه فكيف يجهزون جيشا كاملا ما ينقل عن أبي بكر وما أنفاق وما ينقل عن عثمان وما أنفاق وما ينقل عن صهيب وما أنفاق وعن الباقي الذين عجزوا عن أن ينفقوا درهم لملاقات رسول الله ومناجاته هل أصدق أنهم أنفقوا الأموال الطائلة في خدمة هذا الدين هذا الدين نشأ بأموال خديج هذا الدين نشأ بكفالة أبي طالب هذا الدين نشأ بسيف ابن أبي طالب هذا الدين نشأ بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم يمسوينا خر مري إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا لا تلتصقوا بالأرض انتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أنتم تؤذون رسول الله حينما لم تكن هناك من صدقة بمقدار درهم لكن حينما قرر الله أن يدفع درهما صدقة لمناجاة رسول الله لم يتقدم أحد تقدم ذلك المفرد الكرار القرآن هكذا يخاطبهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم ما معنى الشفقة الشفقة الخوف ولكنه خوف مميز خوف مع حرص على الذي يخاف عليه الوالد الشفيق الأم الشفيقة الوالد الشفيق الوالد الذي يخاف على أولاده على أطفاله من كل خطر من كل ضرر بسبب حرصه على سلامتهم وبسبب حبه لهم الشفقة خوف مع حرص مع حب هكذا كانوا يتعاملون مع دراهمهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات هكذا تخافون على دراهمكم مع حرصكم الوسخ هذا ومع حبكم لهذا المال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الذي كسر هذا الحاجز هو مكسر الحواجز هو قالع الأبواب ذلك هو الشخص الشاخص المفرد إنه الحق بذاته علي هذا الذي يدور الحق معه لأنه هو جوهر الحق علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار صلوات عليك يا أمير المؤمنين نستمر في قراءة كتب القوم هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري مستدرك على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم الحاكم النيشابوري جمع الأحاديث في الكتاب هذا وفقا لشرائط البخاري ومسلم وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة خمسمية وأربعة وعشرين رقم الحديث ثلاثتالاف سبعمية وأربعة وتسعين بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وذكر حديثا يجتمل على المضمون الذي مر علينا في تفسير أطبري ثم علق على الحديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه من جملة ما جاء في الحديث أمير المؤمنين هو الذي يقول كان عندي دينار دينار ذهبي فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي صلى الله عليه وسلم فكنت كلما ناجيت النبي قدمت بين يدي نجوايا درهما فقد ناجاه عشر مرات لأنه حول الدينار إلى عشرة دراهم يدفع درهما ويذهب إلى مناجاة رسول الله ناجاه عشر مرات الذين كانوا يلتصقون ببيت النبي لأجل أن يملأ بطونهم من طعام بيت النبي ما شهد منهم أحد علي هو الذي كان يناجي رسول الله وعلي فقط هذه أحاديث هذه أحاديث المستدرك على الصحيحين هذا تفسير الطبري وهذا المستدرك على الصحيحين الطبري توفي سنة 310 للهجرة الحاكم أني شابوري مؤلف المستدرك توفي سنة 405 للهجرة شواهد التنزيل لحاكم آخر الحاكم درجة علمية هي الأعلى في الثقافة السنية في أجواء علم الحديث هذا هو الحاكم الحسكاني المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني من علماء الأحناف في القرن الخامس الهجري هذا هو الجزء الثاني من طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية هذه النسخة بتحقيق محمد باقر المحمود الحاكم الحسكاني عبيد الله ابن عبد الله الحذاء الحنفي النيشابوري صفحة 363 إنها آية النجوة آية المناجاة رقم الحديث 957 الكلام الذي مر مذكورا في تفسير الطبر وفي مستدرك الحاكم عن مجاهد نهو عن مناجاة النبي حتى يتصدق فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به ثم أنزلت الرخصة في ذلك وتستمر الروايات والأحاديث أمير المؤمنين يقول إن في القرآن لآية ما عمل بها غيري قبلي ولا بعدي وهي آية النجوة كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي النبي تصدقت بدرهم ثم نسخت وتستمر الأحاديث إلى صفحة ثلاثمية واحد وثمانين رقم الحديث تسعمية وسبعة وسبعين من تسعمية وسبعة وخمسين إلى تسعمية أو سبعة وسبعين كل هذه الأحاديث في هذا المضمون حديث رقم تسعمية وستة وسبعين صفحة ثلاثمية وثمانين ثلاثمية وواحد وثمانين بسنده عن جابر إنه جابر ابن عبد الله الأنصاري قال ناجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنني أقرأ النص كما هو ناجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا في غزاة الطائف فأطال مناجاته فقال له أبو بكر وعمر لقد أطلت مناجات عليا لأن لأن النبي طول في مناجات علي في لقاء خاص بعلي في غزاة الطائف ناجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا في غزاة الطائف في غزاة الطائف في غزوة الطائف فأطال مناجاته فقال له أبو بكر وعمر لقد أطلت مناجات علي فماذا قال رسول الله ما أنا ناجيته بل الله ناجاه هذه كانت فيما بين علي وبين الله وبمحضر بمحضر رسول الله ما أنا ناجيته بل الله ناجاه إنني أقرأ من كتبه هذا الحاكم الحسكاني من علماء الأحناف من علماء القرن الخامس الهجري ومن شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير وهو من أشد السخيفيين نصبا وعداء للعترة الطاهرة هذا المجلد الرابع يجتمل على الجزئين السابع والثامن وهذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر إنه الجزء الثامن في الصفحة الثانية والثلاثين بخصوص آية النجوة الكلام هو هو نقل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي إلى آخر الكلام الكلام هو هو لأجل الانتفاع من الوقت لا أكرر قراءة الأحاديث الأحاديث هي هي التي ذكرها الطبري في تفسيره والحاكم النيشابور في المستدرك والحسكان في شواهد التنزيل هي هي ذكرها ابن كثير في تفسيره في الجزء الثامن وهذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ابن كثير متوفى سنة سبعمية وأربعة وسبعين للهجرة السيوطي متوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثامن في الصفحة الثمانين والأحاديث تبدأ تبدأ من الصفحة التاسعة والسبعين أمير المؤمنين يقول إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي قدمت بين يدي درهم ثم نسخت فلم يعمل بها أحد إلى آخر ما جاء في الأحاديث والروايات التي ذكرها السيوط في الدر المنثور هذا الدر المنثور وهذا تفسير ابن كثير وهذا شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني وهذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري وهذا جامع البيان إنه تفسير الطبري التفسير السني الشهير المعروف هذه أمثلة ونماذج هذا الأمر أمر معروف واضح في المكتبة السنية نذهب إلى فصل الآية واضحة جدا وهي تخاطب الصحابة باستثناء علي علي دائما مستثنى كما بيّنت لكم الصحابة مدحوا وذموا نساء النبي كذلك مدحنا وذمم القربة وعلي هو العنوان الأول فيهم مدحوا فقط وفي مقامات الخور والضعف والهوان علي مستثنى علي مستثنى في الكتاب كله من أوله إلى آخره وهذه الحقائق موجودة في كتب السنة قبل الشيعة أشفقتم يا صحابة النبي علي ليس مخاطبا بالآية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات خوفكم على دراهمكم بخلكم حبكم لهذه الدراهم جعلكم لا تزورون رسول الله بينما حينما تريدون أن تأكلوا طعاما تأتون قبل الموعد وتلتصقون بالأرض وتملؤون بطونكم من طعام النبي وإنكم لملتصقين بداره لأن الأمر مجاني حينما وجب عليكم أن تدفعوا درهما ما ما جاء أي أحد منكم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات هذا يأخذنا يأخذنا إلى الآية الخامسة والستين بعد البسملة من سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله هل كان الصحابة بحسب آية النجوة هل كان الصحابة يتصفون بهذا الوصف من أنهم أشد حبا لله لو كانوا كذلك لأنفقوا دراهمهم كانت الدراهم عندهم هي التي تعلق الحب بها بدرجة أشد من حبهم لزيارة رسول الله هذا هو الواقع الآية الخامسة والستون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله هذا الحب الذي يكون بهذه الدرجة بالدرجة الأشد المفترض أن تظهر آثاره العملية على أرض الواقع لماذا حينما فرض الله صدقة يسيرة لمناجاة رسول الله وزيارته امتنعوا جميعا لماذا يحبون رسول الله ولكن ليس كعلي يحبون رسول الله ولكن ليس كدراهمهم وإذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الرابعة والعشرين منها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه فتوى من الله بتفسيق من حاله هذا الحال الذي يجد حبه لماله أكثر من حبه لرسول الله فهذا فاسق بفتوى من الله أقرأوا الآية مرة أخرى وتدبروا فيها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قد يقول قائل من أن الآية أظهرت أن الله قد تاب عليهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم لماذا تاب الله عليهم لأنهم قد ارتكبوا منكرا ارتكبوا قبيحا لم يأتوا لمناجاة رسول الله هل القبيح في عدم اتيانهم القبيح في أنهم أحبوا الدراهم أكثر من رسول الله هذا هو القبيح ما كان واجبا عليهم أن يأتوا لزيارة رسول الله الواجب عليهم إذا أرادوا زيارة رسول الله أن يدفعوا صدق المنكر الذي ارتكبوه أنهم أحبوا دراهمهم أكثر من رسول الله فهم قوم فاسقون بحسب الآية التي مرت علينا تاب الله عليهم حينما تاب الله عليهم تاب الله عليهم بسبب القبيح الذي ارتكبوا لكن هذا لا يعني أنهم قد انتقلوا من الحالة الأسوأ إلى الحالة الأحسن أقرب لكم الفكرة بمثال إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي الآية الثالثة والخمسين بعد المئة بعد البسملة الحديث عن فرار الصحابة في أحد إذ تصعدون تتجهون في فراركم بعيدا عن رسول الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى آخر الآية تستمر الآيات إلى الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها في سياق واقعة أحد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم عفى الله عنه الأثر القبيح العمل القبيح حذف من سجلاتهم لكن الحالة القبيحة التي عنده في خيانة رسول الله وفي الفرار هل زالت بقيت بقيت موجودة العقوبة زالت عنه أما الخصة فقد بقيت موجودة بل ظهرت بصورة أقبح في واقعة الأحزاب واقعة الأحزاب جاءت بعد واقعة أحد إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إلى آخر ما جاء في الآيات ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول قل لن ينفعكم الفرار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا هذه الصورة أقبح صورة الصحابة هنا أقبح وأقبح وأقبح مما كانوا عليه في واقعة أحد وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وهل توقف الأمر عند هذا الحاد حينما جاءت خيبار وما الذي جرى في خيبار كبار الصحابة فروا من المعركة ولذا فإن رسول الله قال في وصف أمير المؤمنين من أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لأن القوم فرارون في حالة فرار مستمر والأمر هو هو في واقعة حنين في الآية الخامسة والعشرين من سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري وهذه الحكاية بقيت مستمرة إلى آخر الخط العاف لإزالة العقوبة التوبة لإزالة آثار المعصية آثار المنكر لكن هذا لا يعني أنهم انتقلوا من الحالة الأسوأ إلى الحالة الأحسن نعود إلى سورة المجادلة أو المجادلة وإلى الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات مفسروا السنة يحاولون أن يصنعوا أعذارا للصحابة لكن الحقيقة واضحة ليس هناك من مساحة للاعتذار عن الصحابة للاعتذار عن بخلهم وعن خستهم وعن حقارتهم في أنهم لم يدفعوا درهما صدقة لمناجات رسول الله الأمر تشخص من أن علي هو الشاخص المفرد المميز ولذا نسخ الحكم علي تشخص وتميز فنسخ الحكم رحمة ببخل الصحابة ورحمة بدراهمهم ورحمة من رسول الله بخصتهم ودناءتهم ماذا تسمون هذا هذه خصة ودناءة أن يتصدقوا بدرهم لمناجات رسول الله ولم يفعلوا هذه خصة في أخبح صورها ودناءة في أقذر حالاتها هذا هو واقع صحابة لأنهم يحبون دراهمهم أكثر من رسول الله هذه مشكلة السقيفة بني ساعد وهي هي مشكلة السقيفة بني طوسي فإن المراجع الطوسيين هذا الخوعي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتخليد في الصفحة العشرين بعد المائتين بعبارة صريحة يقول لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه الكلام واضح المنطق هو المنطق منطق سقيفة بني طوسي هو منطق سقيفة بني ساعد أولئك الأعراب الذين شحت نفوسهم الخسيسة عن إنفاق درهم لملاقات رسول الله هؤلاء هم الذين تسلطوا على الأمة وأسسوا ما أسسوا من دين وشرعوه إنه دين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي فرع من فروعها هذا المنطق يخالف القرآن يخالف الآيات التي مرت علينا يخالف الآية الخامسة والستين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله وهذا المرجع الطوسي هكذا يقول لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه هذا الكلام هو هو يقوله السستاني وإنما جئت بالسستاني لأنه هو الأعلى في الوسط الطوسي المعاصر البقية على نفس هذا المنهج هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط إنها طبعة مؤسسة نور الأمير هذه الطبعة طبعة 2020 ميلادي 1441 هجري قمري الكلام هو هو في صفحة 475 هو هو كلام الخوئي وهو هو كلام بقية المراجع الطوسيين من الأموات ومن الأحياء المعاصرين ومن القادمين على المنهج الطوسي القذر نفسه في قادم الأيام نذهب إلى فاصل الصورة الثامنة سأخذها لكم من صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح البخاري طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة صفحة 1165 الباب الثالث والخمسون باب في الحوت وهذا الباب يجتمل على تسعة عشر حديثا سأقرأ منها على سبيل المثالي والأنموذج رقم الحديث 6582 بسنده بسند البخاري عن أنس إنه أنس ابن مالك الذي كان خادما عند النبي صلى الله عليه وآله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي البخاري صلاة بتراء قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوت حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني لم يستطيعوا أن يقتربوا مني فأقول أصحابي فيقول فيقول القائل لا تدري ما أحدث بعدك وتستمر الأحاديث كما في الحديث ستة آلاف خمسمية أو خمسة وثمانين فأقول يا ربي أصحابي فيقول فأقول يا ربي أصحابي فيقول الله يقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة مرتدون صفحة ألف مئة وسبعة وستين رقم الحديث ستة آلاف خمسمية أو سبعة وثمانين بسنده بسند البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا قائم في عرصات القيامة بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم زمرة مجموعة من أصحابه مجموعة كبيرة بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم هذا الرجل ليس من هذه الزمرة خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم يشير إلى تلك الزمرة تعالوا خلفي هلوم فقلت أين إلى أين تأخذهم قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة هذا هو الذي قاتلهم على التأويل هو هو مثلما قرأت قبل قليل أبيات ابن أبي الحديد المعتزلي بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع هذا هو الحاكم في يوم القيامة على العالمين كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم صلوات الله عليكم إنه قسيم الجنة والنار ثم إذا زمرة مجموعة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلوم تعالوا خلفي قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة النبي يقول فلا أراه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام هكذا نقرأ في الكهف الشريف في كتب العترة الطاهرة هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والتسعين بعد المئة رقم الحديث ثلاثمية واحد واربعين إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة الذي يسأل هو سدير الصيرفي فسدير الصيرفي هو الذي نقل لنا هذا الحديث الباقر يقول كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة فقلت القائل سدير الصيرفي ومن الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف أناس بعد يسير بعد ذلك التحق بهم من التحق ثم عرف أناس بعد يسير وقال الإمام الباقر يقول هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا أمير المؤمنين مكرها فبايع وذلك قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكري حديث آخر من المصدر نفسه صفحة ميتين واثنين رقم الحديث ثلاثمية أو ستة وخمسين بسنده بسند الكلين عن الحارث ابن المغيرة قال سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه فلم يزل يسائله حتى قال فهلك الناس إذن كان يسأل الإمام عن الأحداث التي وقعت بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن قتل مسموما والإمام كان يخبره بالتفاصيل فقال عبد الملك ابن أعين فهلك الناس إذن الإمام الصادق قال إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون الحديث عن الصحابة هنا قلت من في المشرق ومن في المغرب قال إنها فتحت بضلال إي والله لهلك إلا ثلاثة الثلاثة المقداد وأبو ذار وسلمان رضوان الله تعالى عليهم نذهب إلى فاصل فبحسب رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله النبي يتحدث عن الصحابة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم المضمون الذي قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف همل النعم لن يتجاوز العدد الثلاثة الثلاثة والأربعة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم المراد من همل النعم هي الحيوانات التي تضيع في الصحراء كم يضيع من الحيوانات في الصحراء في اليوم في الأسبوع في الشهر كم يضيع كم يضيع من الجمال فأصحاب الجمال يراقبون جماله كم يضيع من الجمال فالجمال هي النعم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم هذه الروايات أوردها البخاري في هذا الباب في باب في الحوت وكذلك أورد بعضا منها في كتاب الفتن في الباب الأول منه صفحة 1248 بنفس المضامين ولا أريد أن أقرأ من الباب هذا لأن الأحاديث هي هي والوقت يجري سريعا هذا صحيح البخاري وأما صحيح مسلم إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي ومسلم توفي 261 للهجرة بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 872 كتاب الفضائل الباب التاسع باب إثبات حوض نبينا وصفاته في هذا الباب ذكر مسلم عددا كبيرا من الأحاديث إنها أكثر من أحاديث البخاري ذكر ثلاثين حديثا في المضمون نفسه أقرأ حديثا من هذه الأحاديث رقم الحديث ستة ألاف وسبعة عش به سنده حدثنا أهيب قال سمعت عبد العزيزي ابن صهيب يحدث قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني لم يستطيعوا أن يصلوا إلي فلا أقولن أي رب أصيحابي أصيحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك كل الأحاديث تشير إلى أنهم ارتدوا ارتدوا على أدبارهم القهقرة هذه المضامين واضحة وواضحة جدا في كتب السنة لكنهم لا يقفون عندها يتأملون فيها وضعوا لها معاني وشرحوها بطريقة تساعدهم أن يقفزوا على الحقيقة لكي لا يرتبوا أثرا نفسيا ووجدانيا ولا يرتبوا أثرا عمليا وعلميا على الذي جاء في أحاديثهم الصحيحة هذه هكذا فعلت سقيفة بني ساعدة في السنة وهكذا فعلت سقيفة بني طوسي في الشيعة الحكاية واحدة السنة عبث بهم الصحابة والتابعون والذين جاءوا من بعدهم وشيعة عبث بهم مراجع الدين نواب صاحب الزمان كما يدعون هذا كذبا وزورا هذه هي الحقيقة من الآخر من دون رتوش ومن دون مجاملات ومصانعات نذهب إلى فاصل الصورة الصورة التاسعة إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من صورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو الجزء الثالث من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية ودعش من أئمة الشوافع وعلمائهم الكبار المعروفين هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في صفحة التاسعة بعد المئة يحدثنا السيوطي بأسانيده عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي ابن أبي طالب الآية واضحة الآية واضحة لأي متأمل منصف فإن الآية جعلت ولاية علي في جهة وجعلت كل الرسالة لا قيمة لها في جهة أخرى إن لم تكن مزينة بولاية بولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالة ورسالة النبي التوحيد والنبوة والقرآن وكل أسرار الدين وكل أسرار الديانات السابقة لأنها جمعت في هذا القرآن والقرآن مهيمن على كل الكتب وعلى كل الرسالات السابقة كل هذا يساوي صفرا من دون ولاية علي الآية دالة على نفسها بنفسها وهي آية محكمة واضحة جدا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الرافضون لهذه المنظومة العقائدية الرافضون لها كافرون بحكم من الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين في آخر الآية الشريفة ها هو أبو سعيد الخدري يخبرنا نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب أما ابن مسعود عبد الله ابن مسعود يقول برواية السيوطي أنا أقرأ عليكم من كتاب سنيين لعالم سني شافعي وهذا الكتاب حققه شيخ من مشايخ أهل السنة طبعة جديدة صححها وخرج أحاديثها الشيخ نجدة نجيب وقدم لها سني أيضا تقديم عبد الرزاق المهدي كتاب سني بامتياز صحيح صحيح أن علماء السنة يضعفون هذه الأحاديث ماذا تتوقعون منه هل يقولون من أن الأحاديث هذه صحيحة لكنها موجودة في كتبه وينقلونها عن كبار الصحابة عن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كلامه أخطر من كلام أبي سعيد الخدري هكذا يقول كنا نقرأ كنا نقرأ يقرؤون في القرآن ولذا فإن سقيفة بني ساعد أحرقت مصحف ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين كانوا يقرؤون هذا في القرآن أن علي مولى المؤمنين إنني لا أقرأ عليكم من كتاب شيعية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا كانوا يقرؤون القرآن على عهد رسول الله بحسب عبد الله بن مسعود وأنا أقرأ عليكم من الدر المنثور لجلال الدين السيوطي من أئمة الشوافع المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة هذه كتب القوم هذه ما هي بكتب الشيعة وماذا أقرأ أيضا عليكم مع أن ابن مسعود لم يكن معدودا في أشياء علي أقرأ عليكم رواية من الكافي الشريف إنه الجزء الثاني من الكافي للكلين وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران الحديث السابع والعشرون صفحة ستمية وأربعة وعشرين بسنده بسند الكلين عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قال كنا عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه ومعنا ربيعة الرأي وهذا من أئمة المخالفين للعترة الطاهرة كنا عند أبي عبد الله ومعنا ربيعة الرأي فذكر فذكر فضل القرآن من الذي ذكر فضل القرآن ربيعة الرأي يعرف بهذا اللقب بالرأي لأنه يعود في دينه إلى رأيه ولذلك عرف بهذا اللقب فقال أبو عبد الله قال الصادق صلوات الله عليه إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال ابن مسعود من عظماء الصحابة فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله أما نحن فنقرأ على قراءة أبي هي القراءة الأقرب إلى العترة الطاهرة ولذا ألح عمر بن الخطاب على أبي الذي كان حريصا على مصحفه ألح عليه أن يجلب له المصحف وأحرقه أحرق مصحف أبي فابن مسعود يحدثنا بما يحدثنا ومع ذلك ما كان معدودا في شيعة الأئمة ما كان معدودا في شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الجزء السادس من الدر المنثور في التفسير بالمأثور قبل قليل قرأت عليكم من الجزء الثالث هأني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الطبعة نفسها صفحة خمسمية واحد وعشرين إنها الآية الخامسة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صفحة خمسمية واحد وعشرين السيوطي يحدثنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف هكذا يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب إنه الشخص الشاخص الرمز هذه كتبه هذه رواياته هذه أحاديث الصحابة يضعفونها لا يضعفونها تلك مشكلتهم لكنني كما قلت لكم الحقائق واضحة في كتب القوم لكنهم وضعوا لهم منهجا يقفزون من خلاله على هذه الحقائق كي لا يرتب أثرا معنويا وجدانيا نفسيا ولا يرتب أثرا علميا ولا أثرا عمليا على أرض الواقع لكي يحافظوا على صورة عجولهم التي يعبدونها ويحافظوا على صور أصنامهم البشرية فابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب الصورة واضحة وواضحة جدا للذين يبحثون عن الحقيقة إنني قرأت عليكم في الحلقات المتقدمة وفي هذه الحلقة من أمهات كتب القوم في ختام الصورة التاسعة أقرأ من سورة طاها من الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها من الآيات موسى كليم الله هو الذي يقول واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى فهارون سيكون لك كما تريد تدبروا في الآيات واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري علي كان شريكا لرسول الله ولذا عبر القرآن عنه بأنه نفس رسول الله كان شريكا وأشركه في أمري رسول الله هو الذي قال لعلي من أنك مني بمنزلة هارون من موسى وهذا الحديث قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة من صحيح مسلم ومن صحيح البخاري حديث المنزلة موجود في صحيح مسلم وموجود في صحيح البخاري مر علينا في الحلقات المتقدمة منزلة هارون من موسى هي هذه واجعل لي وزيرا من أهلي علي لم يكن صحابيا من أصحاب رسول الله بهذا العنوان العام علي كان وزيرا لرسول الله علي كان شريكا لرسول الله في أمره ودينه القرآن هو الذي يقول لست أنا موسى هو الذي طلب من الله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة جاء الجواب من الله قال قد أتيت سؤلك يا موسى فمنزلة علي من محمد بصريح القرآن هي هذه كان وزيرا وكان شريكا في أمره كان شريكا لمحمد صلى الله عليه وآله ولذا قال له من أنك ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل لأن علي كان شريكا في أمره في أمر محمد صلى الله عليه وآله مرحلة التنزيل انتهت ببيعة الغدير وبدأت مرحلة التأويل ما بعد الغدير تدبروا في هذه الآيات تذكروا حديث المنزلة تذكروا من أن منزلة علي من رسول الله هي منزلة هارون من موسى وتدبروا في الآيات التي جاءت في سورة طاها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري هذا المضمون لم يرد لأحد في مجموعة الصحابة ولم يرد لواحدة من نساء النبي هذا المعنى خاص بالقربة تذكروا من أن صحابة مدحوا وذموا وذموا ذما شديدا ونساء النبي كذلك مدحنا وذممنا وذممنا ذما شديدا والقربة مدحوا فقط وهذه الآيات تتحدث عن منازلهم ومقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصورة العاشرة تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى وهي الصورة الأخيرة من مجموع هذه الصور التي تحدثنا عن جانب بل عن مثال يخبرنا عن الكثير والكثير من الحقائق في الكتب السنية وفي المكتبة السنية التي يقفزون عليها يا شباب السنة ويا شباب الشيعة عودوا إلى دين العترة يا شباب السنة أنتم مضحوك عليكم ويا شباب الشيعة أنتم مضحوك عليكم عودوا وابحثوا بأنفسكم لا تعتمدوا على كلامي انتفعوا من خبرتي في المصادر وفي نقل المعلومات وأنتم محصوا الأمر بأنفسكم احترموا عقولكم وابحثوا عن دينكم دينكم هو دين القربة دين العترة لا هو بدين الصحابة ولا هو بدين نساء النبي ولا هو بدين مراجع الشيعة الطوسيين ترجمة نانسي قنقر